محمد الشيناوي ده يعني أقول عنه إيه؟ أو أتكلم عن محمد الشيناوي أقول إيه؟ مش أنا الوحدي الحقيقة ولكن مصر كلها بتتكلم عن محمد الشيناوي أنه هو أنا الحقيقة عايز أتكلم عن واحد واحد زي ما بأن ننتقد الأداء لازم ندي لكل واحد حقه ولازم نبريكلهم اسم اسم عشان تعرفوا حضراتكم أن الإعلام إحنا مش عايزين حاجة والله ما أحد عايز حاجة إحنا عايزين نفرح ونتبسط وحتشوفوا إيه اللي بنعمله كلنا مش إسلام كلنا إحنا ما بنقولش أهلي خالص دلوقتي إحنا بتكلم عن مصر بلدنا الأهلي ده اللي هو فقط فرقته بالكامل ولكن كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين وكلنا سعداء فالحقيقة معرفش يعني دي صدف طبعا لكن لعبت الأهلي بس اللي بتتصاب يعني بدر بنون وأكرم توفيق وعلي معلول كورونا وحمدي فتحي ومحمد الشناو بس إن شاء الله يرجعوا ومحمد شريف خدوا واحدة ببقه فتحس إن يعني سبحان الله ماشي كل ده مش فرق معانا الحاجة الوحيدة اللي فرق معانا إيه فوز منتخبنا الوطن حاجة حاجة يعني تخليك تبقى مبسوط حاجة تخليك تبقى فرحان إن انت تلاقي الناس كلها وقفة مع منتخبنا الوطني فعايزين نتكلم عن حمدي فتحي واللي عمله حمدي فتحي عايزين نتكلم عن أحمد حجازي واللي بيعمله أحمد حجازي ومن وراهم محمد الشناوي الحقيقة يعني أدي ثلاثة إصابات هم كده إيه في اللطيف يعني حاجة كده إيه أدي الشناوي وأدي حمدي فتحي وأدي محمد شريف لما خد الخبطة يعني على فكرة كورة محمد شريف دي ممكن يبقى فيها نهاية تبقى ممكن تبقى فيها ركل الجزائم يعني ما يعني بس خلص مش مهم يعني نعديها نعديها احنا كسبنا يعني فالحقيقة زي ما حضراتكم شايفين تكاتف غير طبيعي وحب مصري وغير طبيعي لهذا المنتخب الرائع يا عم اسلام منتخب الرائع اي دا انت من يومين ايوة يا جماعة دا دورنا على فكرة والله دا دورنا احنا لما يبقى في حد كويس نقولي انه كويس لما يبقى في حد وحش وننتقده علشان يبقى كويس ها الكلام دا انا سمعته بوداني بعد المباراة لغاية دلوقتي من ناس مهمة يعني عشان كده انا مبسوط عشان كده انا ان الحمد لله ان فيه ناس بتبقى فهمة لدور الاعلام الرياضي ايه مش ان انا التاريق ابدا مش ان انا ولكن ان انا اضغط على كارلوس كيروش عشان ما يقلفش ولما ماقلفش كسب بس لما حد تشكيل الشعب المصري بيقوله الشعب المصري كله بيقوله كسبت او عملت مباراة مش هقول كسبت ولو النهاردة احنا كنا لقدر الله اتغلبنا على فكرة اه طبعا احنا بقى زعلانين من ان احنا اتغلبنا كل حاجة ولكن كنت هقول نفس الكلام كنت هقول مبروك للرجالة اللي كانت عاملة مباراة هايلا لانه المباراة تكتكيان جوه الملعب اللي مين والشمال والتأفيل وازاي الننم يروح يقفل ورا صلاح وازاي عمر مرموش بيرجع يدافع ورا احمد فتوح الكلام ده كله ده شغل مدرب وازاي حمدي فتحي بيقطع كل الكرات اللي بتعدي منني او عمر كمان ناحية اللي مين وبيقطع كل الكرات اللي بتعدي من الناحية التانية من مرموش ومن احمد ابو الفتوح هو ده الشغل هو ده اللعب هو ده هي دي الطريقة اللي بيلعب بيها منتخبنا الوطني هو ده التاكتك ازاي محمد صلاح اما بتجي له الكرة بيعرف يعمل ثرو باس يودي مصطفى محمد ازاي عمر مرموش يشوت الكرة تيجي في العرضة ومحمد صلاح يشوت واحدة تطلع من تحت العرضة حاجة كانت رائعة وحاجة كانت قد ايه قد ايه احنا مبسوطين وقد احنا سعداء جدا باللي بيحصل واداء منتخبنا الوطني واللي جاي او القادم افضل دائما